السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم محمد حدايدي مؤتمر أبل القادم ولكن بس قبل نتكلم عن مؤتمر أبل القادم مؤتمر هواوي أيضا القادم الخاص بالمطورين هو يوم 10 سبتمبر نحن اليوم 8 يعني بعد بكرة بإذن الله الساعة 10 صباحا بتوقيت السعودية غدا بإذن الله على حسابي بتويتر هسوي سحب على ساعتين هواوي الجديدة الووتشفيت مقدمة من شركة هواوي هنسوي سحب عليها إن شاء الله يكون أحد الرابحين من متابعيني طبعا في مؤتمر هواوي حيكون الإعلان الرسمي عن التحديث القادم أو واجهة هواوي الجديدة الـ MU11 وحنشوف إن شاء الله كافة التفاصيل في المؤتمر ننتقل الآن معاكم إلى آخر أخبار مؤتمر أبل القادم والأجهزة اللي بيتم عرضها بإذن الله في المؤتمر تابع الفيديو معايا طيب يا أخوان شركة أبل أعلنت بشكل رسمي عبر موقعها عن تاريخ مؤتمرها القادم سيكون بإذن الله يوم 15 سبتمبر الأسبوع القادم زي اليوم يوم الثلاثاء القادم الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وكعادة أبل لا تلمح بأي شيء عن مؤتمراتها يعني ما نعرف هل هي أجهزة هل هي إيش ولكن التوقع الشخصي حيكون الإصدار الرسمي التحديث الرسمي الأربعة عشر للجميع حيكون متاح في يوم 15 على اعتقادي أو توقعات أما بالنسبة للأجهزة الجديدة سبق أبل وأعلنت أنه بيتم تأخير الآيفون 12 إلى شهر أكتوبر وهو بالفعل أتوقع أنه حيكون بالشهر القادم شهر أكتوبر أما المؤتمر تبع الأسبوع القادم حيكون خاص فقط بساعة أبل الجديدة كذلك الأيباد كذلك أحد المدونين والصحفيين التابعين لأكثر أخبار أو أقرب الأخبار لأبل الصحيحة في حسابه بتويتر غرد وقال نفس الكلام أنه المؤتمر القادم حيكون خاص بساعة أبل كذلك الأيباد أما الآيفون حيتم في مؤتمر منفصل في شهر أكتوبر أي شهر عشرة القادم إن شاء الله بإذن الله طبعا بالنسبة للتحديث اللي بيتم الإعلان عنه على حسب توقعاتي أنه حيكون في الأسبوع القادم اللي حيكون متاح للجميع حيكون نفس الأجهزة الداعمة للإصدار 13 يعني من الآيفون 6S وأحدث فقط لغير الناس اللي محدثة أجهزتها الآن للإصدار التجريبي حيكون إن شاء الله لمن ينزل التحديث الرسمي حيكون سهل جدا وبسيط بدون عملية فورمات بدون أي شيء وحيتم شرحها بإذن الله يوم نزول التحديث الرسمي خطوة بخطوة في القناة فلا تشيلهم أبدا بخصوص التحديث وإلى آخر وحيتم عمل نسخة احتياطية وكل اللي تبغى بإذن الله حيكون متوفر في القناة عند نزول التحديث بشكل رسمي فهذه للناس اللي محدثة الناس اللي ما هي محدثة أيضا ما عندك أي إشكالية أكثر التلميحات في شعار مؤتمر قبل اللون الجديد اللي هو اللون الأزرق تقريبا نفس هذا اللون ما أدري إن كان هو نفسه أو لا يعني إنه حيكون فيه بدل الزيتي اللي نزل في الـ 11 Pro Max حيكون بديله اللون الأزرق أما الألوان الاعتيادية الأبيض والأسود والذهبي حتكون مستمرة وزي ما ذكرت سابقا في فيديو ليا لآخر التسريبات للآيفونات الجديدة إنه حيكون أربع نسخ آيفون ممكن تكون 120 هيرتز الشاشة فبلاش نستعجل وخلينا ننتظر للأسبوع القادم هذا الفيديو خفيف لطيف حبيت فقط أنوه عن موعد مؤتمر قبل القادم كذلك موعد هواوي أو مؤتمر هواوي القادم ما أبي أطول عليكم يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله